فتغليض يعفوا تخفيض مدة الحبس الاحتياطي شغلة ممتازة وهذا أيضا أسوة في الدول الثانية يعني عندك في السعودية حد 24 ساعة يعني يوم وينعرض على طول على الغاضي والغاضي يأخذ الأمر يجدد حبسه أو يخلي سبيله بضمان مال سوف يصل الحبس فيها مزاجية يعني لو نلاحظ من الكلام خاصة من تغليض الفترة هذه أو تخفيف الفترة من 21 يوم إلى 7 أيام لاحظ فيها مزاجية من قبل بعض الأشخاص من وزارة الداخلية لا لا ما فيها مزاجية هي يعني وكال النيابة عنده تهمة أو المحقق عنده تهمة يحقق فيها نعم وعلى ضغو ذلك ينتظر منه تحريات المباحث نعم تحريات المباحث هنا ممكن تتأخر وممكن تخلص بنفس اليوم بسرعة في الانجاز ولكن إحنا إذا خفضنا المدة هذه راح وكال النيابة يستعجل في التحريات المباحث وأيضا في تغرير الأدلة الجنائية يعني في البحث عن المخدرات أو الكحول فهذه الشغلة تكون لها أولوية وإسراع في الإجراءات على ضغو ذلك ممكن وكال النيابة يخلص أبيله في أي ضمان مالي والقاضي نترك الأمر للقضاء والقاضي ممكن يقول كلمته نعم تطرقنا إلى هذا الموضوع دعنا نتجه إلى موضوع ثاني موضوع فيصل النائب فيصل ليحية خاصة أنه قدم بعض التعديلات الدستورية بالفترة هذه وخاصة له هذه التعديلات عرضت قبل من قبل النائب علي الراشد وواجهت بعض الاعتراض من هذه التعديلات اللي هو أنه يكون رئيس الوزراء الشائبي هل أنت مع هذا التعديلات؟ أنا بداية مستاذ فيصل ليحية يعني أقدم تعديلات ممتازة ولكن نحن من بداية الدستور لحد يومنا هذا ما عمرنا عدلنا مادة وحدة ولمزيد من الحريات مادة وحدة ما عدلناها نعم فإحنا إذا نبدأ نعدل نعدل مادة مادة لا يصير أن نضع جميع المواد أو تعديلات اللي طلبها النائب فيصل ليحية أوكي أنا وياك بس كلهم مرة وحدة خنعدل مادة وننطلق إلى مادة ثانية أما مسألة رئيس مجلس وزراء شعبي أنا أيدا ولكن ما أنا الأوان في سنواتنا هذه أن نحن نطلب رئيس مجلس وزراء شعبي إذا كان من الأسرة الحاكمة وعليه الطيق هذا وعليه يعني حطوا عليه التجاوزات وحطوا عليه أمور كثيرة نعم فما بالك لو يطلع واحد شعبي هل اللي راح يكون قبلي أو طائفي أو محسوب محسوب على تيار أو حزب غير معلن يعني راح تصير فيه مشاكل كثيرة فأنا أقول ما أنا الأوان لرئيس مجلس وزراء شعبي لا إحنا أوكي مع الأسرة وعلى العين والرأس ما نبي غير أسرة الصباح يحكمنا ولكن رئيس مجلس وزراء شعبي ما أنا الأوان لا في سنواتنا هذه ممكن في المستقبل أوكي مو مشكلة بس الآن ليش طرح هذا الموضوع بالوقت الحالي استاذ فيصل بوجه نظرك يعني خاصة الوقت الحالي قاعد يطالبون أهم حلوا مجلس الأمة وأقالوا أو زاحوا سمو الشيخ ناصر المحمد عن رأسة مجلس وزراء السابق ليش المطالبة في الوقت الحالي هل هي كفرد قوة يعني الوقت الحالي أسهل لهم كأغلبية هي مو فرد قوة ولكن هي كفرصة لهم كأغلبية أنهم يحطون اختراحاتهم وتعديلاتهم في حين في بعض النواب للأسف يوم قدم النائب علي الراشد تعديل بعض المواد قالوا أن لا يجوز تعديل المواد الدستورية وعارضوا وفي ناس وفي ناس قالوا أن المواد هذه أن الدستور مو قرآن كريم وممكن أن يعدل ولكن هناك فرق بين تعديلات التي قدمها النائب علي الراشد وأيضا النائب في صلحية ولكن نحن لا نبيها مرة وحدة أنا أيدها ولكن نعدل مادة على أغلب نرى نظرية الناس ونظرية الدولة في الدستور على تعديل هذه المادة هل نجحت للأحسن لمزيد من الحريات أما عدل كذا مادة أنا أقول صعبة هذه لاحظنا بعد في الأونة الأخيرة قوانين الكوادر الساب فيصل والكل يطالب بالكوادر والاعتصامات التي صارت عشان الكوادر والإضرابات كذلك التي صارت عشان الكوادر هل الكوادر ستحل مشاكل المواطنين والله أنا قاعد أطرغ لك بكل المواطنين على أساس الوي أنا وياك نعم فأنا تطرغنا المادة 15-16 والحين دعنا نطرغ إلى هذا المواطنين الكوادر في ظلم واقع على الموظفيين والمواطنين الكواتيين للأسف واحد نفس الشهادة قانوني وهذا قانوني من نفس الجامعة وقد يكون هذا الشخص أفضل منه تقدير ولكن الشخص الآخر عنده واسطة وأصبح بمحامي دولة أو محامي بلدية أو وكيل نيابة وله كادر ومعاش وأيضا الشخص القانوني الثاني نفس الشهادة ولكن ما عنده امتيازات ولا كوادر في حين أيضا عندك النفط أيضا أخذه كوادر بعد إضراب نعم فأصبح للأسف الحق عندنا في الكويت بالنسبة حق الكوادر سو تظاهر أضرب عن العمل تأخذ حقك نعم تسكت خلك مثل مات نعم فإحنا فيها ظلم وعدم مساواة بين المواطنين في الوظائف ولو فيه سلم معين للوجور والمرتبات لما كان فيه هناك التظاهرات ولا الكوادر المختلفة من شخص لآخر نعم دعنا نرجع إلى الكوادر وإلى النفط بالأخص الزيادة التي صارت على النفط يقول أنها سبب الإضرابات والاعتصامات التي صارت بالأونة الأخيرة بالنسبة للوظائف يعني إذا قلنا موظف البترول أو مهندس البترول حاليا وصل معاشا 1700 دينار وهذا بسبب الكادر الله يزيدهم إن شاء الله وهذا طبعا سيكون عنده بكالوريوس هندسة طيب بكالوريوس الجامعة الكويت العادي نقول الموظف الغلبان أو البكالوريوس اللي ما عنده واسطة اللي ما عنده واسطة لغاية الحين أول ما يتوظف معاشا أتوقع 700 700 وشوي هل هذا معقول الفرق يعني أكثر من النصف بس شوف البترول سووا دراسة وأنا كنت مطلع عليها نعم مساوة في دول خليج بالأشخاص اللي عاملين في الغطاع النفطي نعم ووجدوا أن الكويت أقل أجور العاملين في النفط في الكويت مقارنتا في السعودية وفي الإمارات وفي قطر والبحرين نعم فهم كموظفين في غطاع النفطي وسوة في الدول الخليج وعندهم أيضا خواطر يعني احتمالات إصاباتهم بالخطر كثيرة نعم يعني البترول هذا ممكن أن الغاز أو يحترق عندهم البير المعين نعم وفي مواد يخذون عليها أهم أيضا يعني بدل البدل خطر المواد هذه خطيرة جدا فمن حقهم أسوة في الدول المجاورة السعودية والإمارات لازم أنهم يتساوون معهم في الحقوق والواجبات بالنسبة المشتقات النفطية وخصوصا أنهم أيضا السعودية دولة مصدرة للنفط والكويت دولة مصدرة طيب يعني أنا ككويتي أروح السعودية أروح الإمارات أشتغل أخذ مرتب أكثر من الكويت وبيت بعد عطوني أنا ككويتي عطوني حقي حالي حال الموظفين اللي في السعودية أو في الإمارات وأيضا لما سووا الإضرابات رجعوا حقي الوزير أنا ذاك كشنال بصيري وعدهم وعدهم في رمضان ولكن وعد ولم يوفي بوعده وعلى ذلك حددوا موعد للإضراب ولكن الحكومة تداركت الأمر خشة من الإضرابات اللي ستصير في السوق البترول العالمية نعم والذبذبة بالأسعار نعم فلمت الموضوع هذا رأيك ستاب فيصل بما أن بجلنا دقائق لننهي الحلقة رأيك في أداء الحكومة وداء مجلس الأمة من أي ناحية الأداء الحالي اللي قاعد تشوفه أنا أشوف يعني بالنسبة حق الحكومة ما أخذت فرصتها إلا في بعض الوزراء يعني وفي بعض الأعضاء طلبوا استجوابه يعني نقول حقه نكون بصريحين العبارة يعني الوزير الشمالي كان الأوجب أنهم يقدمون استجوابه كذلك من أول ما تم تشكيل الحكومة عليه لأن أو هو إذا كان بعض الأعضاء الحسب ما قالوا أنه عنده تجاوزات مالية وعنده وهو أيضا صار نفس الوزير نفس الوزارة المعينة ويحق استجوابه لأنه أخذ نفس الوزارة لو أنه متغير وعلى وزارة ثانية ما نقدر نستجوابه خلاص انتهى ولكن أنا أقول حق يعني العضاء كان يبجب عليهم أن يستعجلوا في وزير الشمالي وما نبي إحنا تأخيرات يعني تأخير في الاستجواب للأسف هناك بعض الأعضاء يقول لك إذا إحنا استجوابنا رح ينحل المجلس ليش وإنتم كذا عضو قال أهلا وسهلا في حل المجلس نعم إحنا انتخبناكم علشان تراغبون وتشرعون لنا القوانين ففي تجاوزات من وزير المالية وفي أخطاء أيضا قديمة عليه أيضا أقصى الآن محافظة الملك المركزي من مكانه وعلى سالفة القروض وأيضا وزير المالية قال في إحدى الصحف أنه روح واشتره في البورصة الآن البورصة سترتفع وهمما ما زال إذا على تجاوزات أنا ليش كعظم مجلس أمه أأجل استجواب أو أقدم أو أستشير أنت قدم وشوف من اللي يوقف ومن اللي ضدك والشعب هو اللي يحكم عليك أنت كعظم مجلس أمه كذلك أبي عرف رأيك في استجواب الشمالي خاصة من ردود الوزير نفسه شنو رأيك في ردودة على المستجوبين خاصة لقينا في الأونة الأخيرة ردودة كانت شوي قاسية على المستجوبين وإني أنا ما راح أستغيل وإني أنا راح أصعد المنصة وراح أرد عليكم من حقه من حقه الوزير يقول ما يقول ولكن حتى الوزير المالي الشمالي قال قدموا الاستجواب وأنا ما راح أتكلم إلا بتخديم الاستجواب نعم رجل يعني عنده رد عنده قوة حجة نبدأ نشوفه في الاستجواب نعم ولكن احنا ما شفنا استجواب سمعنا وعود نبدأ نشوف فعل نبدأ نشوف الشخص يعني اللي طيح المواطنين في الغروب خسائر في البورصة وأنا واحد من الناس يعني في البورصة يوم على كلامه يوم قال اشتر وشرينا وطحنا فيها نعم فأنا أتمنى من الأعضاء الاستعجال في الاستجواب ومو شخصية بين الشمالي والعضو لا لمصلحة البلاد الكلام معاك ممتع أستاذ فيصل صقر الرشيدي بس الوقت داهمنا بسرعة أبي أسمع كلمتك الأخيرة شنو السؤالة لم أسألتك إياه وتحب أنك أنت يعني كان وديك أني أسألك إياه أو شغلة بخاطرك وديك تقولها أنا أول شيء أشكر الغناة وأشكركم على الاستضافة بالنسبة أنت ما شاء الله عليك عطيتنا لأسئلة كلها وكفيت ووفيت الله يساعد وأنا أطلب من أعضاء مجلس الأمة أنهم بما أننا انتخبناكم كرقابة وتشريع وانتم ما قصرتوا في قانونين اللي هو تخفيض العقوبة على الحبس الاحتياطي وأي تغليض العقوبة على الذات الإلهية والرسول عليه الصلاة والسلام نحن نبي أيضا مسائلة الوزراء وتغذي أي وزير لم يرد عليكم بالأسئلة المغنعة نتمنى أنكم أنتم تستجوبونا وفي الاستجواب محمد الجوهل راح نشوف يعني ردود وزير الداخلية ردود وزير الداخلية وراح نشوف الأعضاء هل تكون تقف معه الجوهل أو ضده أو أن الجوهل مجرد أنه خصمي سياسيا أنا ما قف وياه نحن نبي مصلحة البلد نعم نبي مصلحة الكويت أولا وآخير طبعا شكرا لك أستاذ فيصل صغر رشيدي على حضورك معنا ونتمنى أن نشوفكم بحلقات ثانية لي الشرف وقضايا أهم من جدي يعني تكون فيه قضايا أكثر مطروحة من قبل مجلس الأمة نناقشها مع بعض إن شاء الله شكرا لك كذلك أشكركم متابعين برنامجنا برنامج ديرتنا وأتمنى أن نشوفكم بحلقات قادمة بس أحب أذكركم بالإعادة راح تكون الساعة ثمان ونص الصبح مع السلامة موسيقى اشتركوا في القناة